الان انا انتظر لحركة هائلة في البيتكوين لشان تطلع وهذه الحركة لما طلعت في السابق قادت الى ارتفاعات جنونية للبيتكوين اليوم جماعة راح اشارك هذا الشيء معاكم راح اتكلم عن استراتيجيتي بالضبط لكل شيء راح اعمله وكمان راح اتكلم عن كل شيء لازم تعرفوه هنا اذا عندكم اي كربته على الاطلاق فاتأكدوا جماعة بانكم تشوفوا هذا الفيديو من البداية الى النهاية مرحبا بكم مرة اخرى اسمي انصور وقدم لكم فيديوهات عن الامات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناة اضغط لازل الاشتراك وفعل الجرس الان طيب واول شيء جماعة قبل ان نعمل اي شيء الف مبروك تم هذا الحدث حدث تنصيف البيتكوين والان اصبح بدل 6.25 بيتكوين لكل بلوك اصبح الان 3.125 بيتكوين لكل بلوك فهذا شيء بكل تأكيد هائل جدا وطبعا اكيد هذا راح يكون له تأثير هائل للمستقبل في البيتكوين طيب راح اترك الان هذا الشيء هنا كما هو عليه وراح اتكلم بعد شوية عن ايش معنا هذا الشيء هنا للبيتكوين على المداء الطويل ولكن اول شيء ما اخذنا هنا نشوف شارت البيتكوين طيب اللي تقدروا تشوفوه الان وهو انه خط البني هنا مرة اخرى يحاول بانه يخلي سعر البيتكوين في الاعلى طبعا هذا هنا هذا مستوى مهم جدا زي ما انتم عارفين وزي ما انتم شايفين هنا هذا الخط حاول ان يمسك السعر عدة مرات حصلنا هنا على دعم عند هذه النقطة وفي هذه النقطة الثانية حصلنا هنا على هبوط اسفل هذا الخط البني بوم هنا للاسفل طبعا هذا هنا على فريم الاربع ساعات والحسن الحظ حصلنا هنا على دفعة اخرى جيدة هذا هنا كان شوي تكسر وهمي وكمان هنا على الفريم اليومي حتى على الرغم من ان البيتكوين قدروا بانهما ينزلون هنا على فريم الاربع ساعات الا انه حصلنا هنا على ارتفاع والبولز المشتريين طلعوا السعر هنا فوق هذه النقطة حاولوا انه يخلونا هنا فوق هذا الخط البني ولكن مرة اخرى البيرز سيطروا على الوضع وحصلنا هنا على هبوط فتقدروا تشوف هنا كيف يا جماعة بانه هذا هنا مستوى مهم جدا حصلنا هنا على رفض من عند هذه النقطة كمان حصلنا هنا على هبوط الى مستوى 59500 دولار وبعدها مع البولجنس اللي حصلنا عليه والايجابية اللي حصلنا عليها امس البيتكوين ارتفاع الى 65500 دولار والان مرة اخرى جماعة الخط البني يحاول بانه يمسك السعر فاللي حاول اوصل الجماعة هو انه خلوا عينكم على هذا هنا اذا هذا المستوى انكسر وهبطنا فانا اتوقع بانه احنا راح نهبط هنا الى مستوى 60 الف دولار مرة اخرى فخلوا عينكم جماعة على هذا الشيء طيب الان جماعة نتكلم هنا على تنصيف البيتكوين زي ما قلت الاصدار اليومي للبيتكوين لكل بلوك الان راح يكون 3.125 بيتكوين لكل بلوك وهذا طبعا يعتبر نصف الكمية اللي كانت امس فهذا هنا شيء جيد ولكن نصف ما قلت يا جماعة على الاسبوت بيتكوين اي تي اف ناس كثير اصابتهم خيبة امر الان يقولوا فين الارتفاعات فين الصعودات التاريخية فين صعودنا الى 85 الف دولار ولكن نفس الشيء جماعة اللي قلتها على الاسبوت بيتكوين اي تي اف زي ما انتم عارفين حصلنا على هبوط لما تم اطلاق الاسبوت بيتكوين اي تي اف نفس الشيء قاعد اقوله قلت في السابق انه لا تقلل يا جماعة من قدر المداء الطويل لهذا الشيء وكمان لا تكبروه من قدر المداء القصير بمعنى الاسبوت بيتكوين اي تي اف كان راح يكون له تأثير كبير على المداء الطويل ولكن على المداء القصير راح تشوفوا الناس اللي كانوا فقط يشتروا علشان هذا الحدث علشان حدث السبوت بيتكوين اي تي اف نفس الشيء اللي حصل هنا مع التنصيف فيه ناس يشتروا فقط علشان يحصلوا على ارتفاع التنصيف وبعدين يبيعوه هذا اوكي ما فيه مشكلة فلا تكبروه من قدر تأثير المدى القصير ولكن على المدى الطويل هذا الشيء مهم جدا والان كل شيء جاهز حصلنا طبعا على تنصيف البيتكوين والان الكمية انقسمت الى النصف وفيه عندنا كمان السبوت بيتكوين اي تي اف فكل الاساسيات الجماعة هنا ممتازة وجيدة هو في صالح البيتكوين وعلى المدى الطويل هذه راح ترفع البيتكوين للأعلى هذا هو الشيء المهم وهو انه كل شيء يدعم البيتكوين علشان يرتفع للأعلى فهذا هنا كله جيد وانا واثق بشكل كبير جدا واثقتي كبيرة في محفظتي وبالذات لانه الآن الذهب على الفريم الأسبوعي على وشك انه يحصل هنا على ارتفاع جديد من ناحية اغلاق الشمعة فهذا كله جيد والذهب الرقمي اكيد كل الاموال هذين راح تدفق في النهاية الى الذهب الرقمي وكمان زي ما وردتكم في فيديو امس في عندنا كمان اموال كثيرة محطوطة في بقية الاصول وبقية القطاعات مثل قطاع الاقارات وبقية القطاعات واكيد هذه الاموال راح تدفق الى البيتكوين طيب الان جماعة خلوني اوريكم الاشارة اللي انا بستنيها وهي اكيد اشارة اللوكس آلغو طيب خلوني اوريكم خلوني هنا اشغل اللوكس آلغو وانا جماعة طبعا نستخدم هنا اشارة اشراء فقط طيب لما نحصل على اشارة اشراء زي ما انتم عارفين جماعة طبعا انا تكلمت عن هذه الاشارة بشكل كبير جدا لما كنا على وشك انه انه احنا نحصل على هذه اشارة اشراء عند اربعة واربعين الف دولار وقلت لما تطلع هذه الاشارة ففي العادة هذه هنا تقود الى ارتفاعات هائلة هنا للبيتكوين وهذه هنا احد اكبر الاشارات الموثوقة اللي حصلنا عليها هذه البيانات ما تكذب وبالضبط هذا بالفعل اللي حصل لما حصلنا على هذه الاشارة حصلنا هنا على ارتفاع الى قمم جديدة فهذه الاشارة هنا على الفريم اليومي هذه اشارة قوية جدا طيب خلونا جماعة هنا اوريكم نرجع شوية للماضي علشان اوريكم مدى قوة هذه الاشارة طيب كان عندنا هنا اشارة كمان سابقة في اكتوبر 2023 من 28 الف دولار الى 50 الف دولار حصلنا كمان هنا على اشارة اخرى هذه كانت في شهر 6 2023 ونعم تقدروا تشوفوا هنا بانه ارتفعنا بعد هذه الاشارة كمان وهذه هنا الاشارة كانت في بداية 2023 ارتفعت وكمان تقدروا يا جماعة هنا تشوفوا كل هذه الاشارات كل ما رجعنا هنا فدائما كان في عندنا ارتفاع بعد هذه الاشارة فيعني اذا اشتريت عند هذه الاشارة فاكيد دائما كان في عندك الفرصة بانك تطلع بارباح عشان كده جماعة انا احب هذه الاشارة لانه لها معدل نجاح كبير جدا تقدروا تشوفوا جماعة هنا كيف بانه كل هذه الاشارات كانت ناجحة ومربحة جدا والى الان خسارة هذه الاشارة تعتبر 0% خلونا جماعة اكون واضح هذا اميش معناته بانه خلاص يعني مرح ويعني مستحيل هذه الاشارة تفشل المستقبل او انها تستمر بخسارة 0% ممكن في اي وقت انه احنا نحصل الان مثلا على هذه الاشارة ونحصل على هبوط هائل وبعدها كل هذه الاشارة طبعا ما راح يكون لها تأثير ولكن الى الان هذه الاشارة لها نجاح 100% فقط اعطوا هذه الاشارة عدة اسابيع او اشهر بعد هذه الاشارة وبعدها راح تكونوا قادرين بانكم تطلعوا بارباح كبيرة من بعد هذه الاشارة فانا امتظر جماعة لهذا الشيء اعتقد بانه هذا ممكن ياخذ وقت اطول في الواقع احنا نحتاج زخم اكثر علشان نحصل على اشارة الشراء هذا هنا ولكن هذا يعني ما راح يكون وقت طويل جدا لانه في عندنا اريدي تجميع كبير حصل مع كل عدم اليقين اللي قاعد يحصل في الوضع في الشرق الاوسط وكل الاشياء الاخرى ناس كثير باعوا بسبب هذه الاحداث وناس كثير استسلموا فاعتقد بانه احنا راح نحصل على هذه الاشارة ولما نحصل على هذه الاشارة راح اكون انا اول شخص يقولكم بهذا الشيء واكيد اذا عايزين تستخدموا هذه الاشارة بنفسكم فتقدروا تحصلوا على تخفيض كبير عن طريق الذهاب الى صندوق الوصف لهذا الفيديو انزله هنا وبعد كده في عندكم مؤشر اللوكسالجو هذا الرابط تقدروا تحصلوا عن طريقها على 20% تخفيض عن طريق هذا الرابط اذا عايز تحصل على هذه الاشارات بنفسك في نفس الوقت اللي تطلع في هذه الاشارات ولكن اكيد طبعا انا دائما راح غليكم على اطلاع على هذه القناة لما تطلع هذه الاشارة واكيد اذا عايزين تحصلوا على افضل بونصات اداع موجودة على الاطلاق فالبايبيت في عندهم هنا بونص اداع 30 الف دولار الاوكي اكس عندهم بونص اداع 60 الف دولار والبيتكيت ما يصل الى 40 الف دولار فاتأكدوا جماعة بانكم تستغلوا هذه البونصات طيب شيء اخر مهم وهو هنا انه الاسواق التقليدية اداءها ما كان رائع هناهم اخرى الاسواق التقليدية هنا حصلت على هبوط في اثناء الوصول الى يوم الجمعة في اثناء الاغلاق طبعا هذه هنا اسواق الفيوتشورز اللي راح تفتح بكرة مساء وهذا هنا راح يكون شيء مثير جدا الاهتمام ننشوفه وعلى عمل بانه ما نشوف شيء جنوني يحصل الى ذاك الوقت طيب ولكن فقط هنا للمقارنة الاسهم مش فقط في اليو اس ولكن في العالم كله وفي الواقع الـ ACWI مؤشر الـ ACWI اللي يغطي 85% من سوق العالم كله منخفض بـ 2% هذا الاسبوع نعم الـ S&P 500 منخفضة 5% ولكن سوق الاسهم العالمي كله يعانيه بشكل عام وكمان تحديدا تقدروا هنا تشوفوا الناس داك حصل على اكبر خسارة يومية في خلال السبعة عشر الشهر الماضي فكان في عندنا جماعة كثير من الشركات الرئيسية خسرت وهذا بالتالي اكيد اثر على مؤشر الاسواق التقليدية كمان على الناس داك وعلى الـ S&P 500 فعشان كذا حصل هذا الهبوط بسبب هذا الشيء طيب خلونا جماعة على علم وعلى حيطة وحذر بكل شيء يحصل في سوق الاسهم كمان ولكن بالنسبة لبيتكوين اعتقد بانه هذا هنا راح يوضح وراح يظهر قوة مقارنة بالاسواق التقليدية كمان طيب كان في كمان عندنا options كثيرة انتهت امس وهذا يعتبر اكيد شيء منطقي لانه كان يوم التنصيف فهذا اكيد كمان ساهم وتسبب في بعض التقلبات اللي حصلت اكيد لانه الناس كانوا راح يحاولوا يتلاعبوه بالسوق علشان يكون السوق او السعر يكون في صالحهم ولكن زي ما قلت اكيد كل شيء الان هنا متجهز للحصول ارتفاعات كبيرة في البيتكوين طيب جماعا عايزة ترككم في الاخير مع شيء ايجابي وهو انه بعض اكبر المتمسكين اللي عندهم كمية 0.1% من كل كمية البيتكوين جمعوا بشكل كبير ما يقارن 19.760 بيتكوين امس وهذا التجميع تاريخيا يعتبر التجميع الكمية هذه هنا من قبل هذه المحافظة وهذه العناوين تاريخيا هذا قاد الى ارتفاع البيتكوين بشكل كبير تقدروا تشوف هنا بوم هذا ارتفاع بشكل كبير بوم هنا ارتفاع وهنا كمان هذا هنا قاد الى ارتفاع كبير وهذه كمان في هذه النقطة ارتفاع وكمان في هذه المرتين كمان حصلنا على ارتفاع والان شوفوا هنا عندنا نفس الشيء هل راح نحصل على نفس الشيء يحصل كمان مرة اخرى راح نكتشف هذا الشيء معنا يا جماعة طيب هذا كل شيء عندكم اليوم بتوفيق للجميع واشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة